السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في الفيديو الجديد اليوم اللي غادي نشوفوا في مبعدياتنا طريقة عمل الكمامة للحفاظ على السلامة ديالنا المهم كيف ما كنتشوفوا معايا هدي الكمامة ديال الصيدلية وحنا الآن غادي نستخدموا اولا غادي نتعلموا كيفاش نصوبوا وحدة بالتوب المهم غادي تاخذي قطعة ديال التوب غادي تقطعيها على شكل مربع 25 سنتيم في الطول و20 سنتيم في العرض فالآن اول حاجة غادي نديروها بما انني ما عنديش الالة الخياطة ديال السورجي فغادي نطوي جوج طويات توب من التحت ومن الفوق الجيهة ديال 25 سنتيم هديك الجيهة اللي قطعتو فيها 25 سنتيم هي اللي غادي نطويها جوج ديال المرات ونخيطوها بعدها هي اللولة عاد غادي نشوفو الجوانب الأخرى اللي درنا فيها 20 سنتيم شنو غادي نديرو فيها فالآن كيف ما كتلاحظوا معايا هدي قطعة التوب وغادي نبداول الخياطة من الأعلى فغادي نطوي توب على هاد الشكل هادا وغادي نحاولو ان نحنا نخيطو هاد الطرف هادا مو مديرو طويلة تكون رقيقة على هاد الطريقة هادي واي تساؤل خليوه في التعاليق فالآن غادي نبدأ عملية الخياطة بالنسبة للسيدات اللي ما عندهمش آلة الخياطة ممكن انك تخيطي غير بليدك مش ضروري انك تكون عندك آلة ديال الخياطة يعني غير خوضي خيط حاولي انك تضوب ليه مثلا لعربعة ديال المرات وديري بيه خياطة اما خياطة عادية في حالة انما كنتيش قعك تعرفت خيطي او ديري خياطة اللي تكون يعني نوعا ما يعني حاولي انك تبقى تقادي فيها عادي لان في النهاية هادي غير كمامة وغير نستعمله غير بعض الايام فهذاك شي علاش مش ضروري الواحد تكون عنده آلة ديال الخياطة تقدر انك تستعملي اي حاجة ومل افضل انكم تستخدموا توب ليكون اللون دياله ابيض انا هذا غير كان عندي شي علاش تستعملته علاش اللون دياله ابيض على قيبال باش انكم اللي تستعملو هاد الكمامة هادي في الشارع لوقيته فاش تدخلوه لدار انكم تصبنوها يعني ضروري انها تصبن ومن الافضل انكم ترقدوها شوية في جافيل مثلا احد الخمسة ديالدقيق ولا عشرة دقيق عادة تنشروها في الشمش يعني هاد يعني كاحتياطات وسا واللي عند هالامكانيات انها تشري الكمامة قديل اللي كتباع في الصيدليات فغادي يكون افضل لانك كتستخدميها ومن بعد كترميها هادي ضروري خاسك تصبنيها يعني ميمكنش انك ما تصبنيهاش فالنفس العملية غادي نديروها في الجانب الاخر اللي في 25 سنتين فغادي نبقى غدا كنطوي وكنخيط في نفس الوقت حتى نوصل الى النهاية ناك نحاول اني نقرب لكم الصورة اكتر غير بش تباليكم لاحظوا معايا مزيان فهنا سافي وصلنا النهاية وغدا نقطعو الخيط هنا واحد ملاحظة تقدروا تلاحظوا أني الطريقة اللي كنحيد بها الخيط من الالة أنني كنجرره من الفوق هد كنجرره من تحت الاغلبية ما كديروش هالطريقة ولكن هالطريقة فيش كتعجبني أنا أنني ما كنجرحش هذيك العين اللي كتدخل فيها البرق لاحظوا معايا مزيان هذيك العين اللي كتدخل فيها البرق مع الوقت إلا بقيت كتجر الخيط بعنف كتجرح وكت حالكت وساع وما كتبقاش مزيانة هادك شي علاش ديرو هاد طريقة المهم اللي عجباتها في طبيعة الحال هنا لاحظوا معايا مزيان دابا غادي نجيول هادوك الجويه ديال 20 سنتيم وغادي نديرو فيهم هاد الطويات هادول هاد ليبلي مع الجناب غادي نديرو طاوية على ليمنو على ليسر يعني بنفس الطريقة لاحظوا معايا مزيان غادي نحاول نحددها من الجوانب بجوج وغادي ندير فنيتا هنا ضروري انك تديري فنيتا باش تعاونك في الخياطة يعني ما اللي تكوني كتخيطي تتلقي ان هاد الفنيت هادو ساعدوك ودابا غادي نمشي نشوف الجهة المقابلة ونتبت فيها كذلك فنيتا بنفس الطريقة يعني هادك شي اللي درتيه على اليمين عاودي ديريه على الياسار ودابا غادي نمشي عادي جدا ونطوي الطاوية الثانية بنفس الطريقة ونتبت فنيتا على اليمين وفنيتا على اليسار المهم هادي كانت غير مجرد فكرة بسيطة اللي قدر الواحد يعتمد عليها خصوصا اشخاص اللي يعني باش انك تبقى تشري في البكيات دي الكوميم ومشي بكيه وحده ولا جوج يعني غطري انك تشري بزيف لانه من بعد كل استعمال خاصك ترميها اتشي لما قلناش من بعد بدع ساعات مو ما انا معارفاش حل من ساعة بالطب خاصك ترمي هادك شي علاش من الاحسن الواحد يضيباني راسو شوية بهادو ديال التوب تقدري انك تستعمليها واللي زوين فيها انك تصبنيها وتعاودي تستعمليها مرة اخرى عادي جدا غير متنسوش انكم تعقضوا موها مزيان وصافي خصوصا الناس اللي كيخرجوا اللي كيستعملوا وسائل النقل العمومي فكيكونوا معرضين الاخطار اكتر المهم احنا دا بدرنا ثلاثة ديال الطويات كيف ما في الكمامة العادية اللي اللي مصاوبة لاحظوا معايا مزيان التوب كيبقى بحلكة باش ملي كتلبسيه كتجيه يا هديك مو هادو همو ثلاثة ديال الطويات اللي في الجناب ودباجة دور الخياطة غاد نخيطوا هاد الجنب اللي على اليمين وعلى اليسار لاحظوا معايا مزيان غاد نخيطوا عادي جدا هنحنا باغن غير نتبتوا هادو كل هاد لي بلي هادو فقط يعني ماشي غاد نخيطوا اه ماشي هادي هي الخياطة النهائية اه اه او غادين هبطونيشان حاولوا انكم ما تضربوش في الفنيت ملي تكوني كتخيطي اه خلي البرا بمجرد ما تقربت وصل الفنيتة اه حاولي انك تجر الجر الفنيتة هي الا ولا تحييديها عدا تكمل الخياطة ديالك حي تقدر بعض مرات تهرس لك البرامع هذيك الضربة اللي ضربت في الفنيتة وحاولي انك تتحكم في السرعة يعني تمشي غرب شوية مو من ان خيط قطعت هاد هاد الزوائد وده بغد نخيطوا كذلك الجهة المقابلة ولا الجهة اليسرى المهيم فغد نحاول اننا نخيط هاد الجهة هادي مو كيف ما لاحظتوا معايا هنا ازربتوا حد شوية ولكن مشي اشكال خيطوا عادي كيف ما درنا على اليمين نعاودو نديرو على اليسار هاده هما الطويات غير مع التوب مرخي هادك الشي كيف قشي بان مزيان هادك الشي علاش انا حاء الان غادي نعاود نستعمل فنيت وحدين اخرين باش نقدر نتبت هادو المهم ده بغادي نتاخدوا لاستيك لاستيك ديالكم عادي جدا اللي ما عندهاش هاد لاستيك رقيق تاخد الغليد مشي اشكال اي لاستيك عندك متوفر عندك في الدارس تعملي وخيكو لاستيك ديالشي حاجة قديمة خدمي بي هنا انا غا ندير 12 سانتيم تقدر انك تستعملي 13 سانتيم يعني ما بين 12 و 13 ولكن متنسوش واحد القادي يرضو لها البال فاش تكوني كتخيطي في هاد لاستيك داروري انك تديري جوج سانتيم التحت يعني دابة حاليا ديري جوج سانتيم عاد خيطي باش تبقى لك تقري باش تبقى لك في هادك الدورة ديال لاستيك تبقى لك غير 8 سانتيم لان الحجم ديال كمامة هادك 25 سانتيم اللي خدمنا في الوراها كبيرة فحيدنا منها شوية هادك الخياطة ما بقاش بزاف يعني ما حيدناش بزاف اصلا هادك شي علاش حاولي انك تديري فنيت عاودي تبتي بعد هادوك هادوك الطويات ديولك بالفنيت باش جيك الخياطة ساهلة ودخلي هادك جوج ديال سانتيم ديال لاستيك التحت عاد رجعي خيطي من الفوق باش تبتي لاستيك مزيان وفي نفس الوقت جيك الخياطة ساهلة لاحظوا معي مزيان غادا غير كان طوي وكن خيب عادي جدا هادوك الفنيت هنا فاش عاونوني عاونوني انني بالزربة نطوي التوب من اللي تقرر بتوصلي للاخر تبقى لك هادك جوج سانتيم حبسي حبسي الخياطة ودخلي هاد الاستيك دخلي جوج سانتيم ديالك عادي جدا وكمل الخياطة بشكل عادي وديري العقدة النهاية كنرجعوا واحد ثلاثة ضربات ولا ربعة اللاور ونعود الرجعوا ثلاثة ضربات او ربعة الى الامام ديما انا لاحظوا معي كنجر الخيط من الفوق عاد كنجر الخيط من التحت هادي الطريقة كما قلت لكم باش ما تجرحيش هادك العين اللي كتدخل فيها البرق فهي كتكون حساسة نوعا ما وبالزربة كتجرح والمشكلة اللي مشات لك شي بياسة يعني سعيب باش انا كتلقيها هادك الشي علاش من الافضل نحافظوا عليها من هالبداية يعني الان غدي نديروا نفس الطريقة الى الجهاء الاخرى غدي ندير فنيته من اللولين ومن بعد عاد نتبت لاستيك ديالي هاد مرحلة غدي نحيدوها بطمئة الحال لانها واضحة جدا والفيديو اصلا جا طويل وما بغيتوش يزيد طوال كتر فهنا كيف ما كتلاحظوا معايدرنا الاستيكال اليمين وعلى اليسار غدي نحيدو هاد الفنيت هادو سافي يعني الدور ديالهم لقد انتهى ونحيدوهم بسرعة باش نشوفو الشكل النهائي ديال هاد كمامة هادى وفي طبيع الحال في نهاية الفيديو غدي او الريليكم طريقة سهلة طريقة سهلة وطريقة امنة طريقة امنة لازالة الليجات بالنسبة للناس لي كيستعملو الليجات في هاد الفترة هادى فهنا كيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل النهائي دي الكمامة عادي جدا في حالة اللي لاستيك جاكم مثلا جاتكم الكمامة واسعة غير عاودوا هدك لاستيك عاودوا زيروه إما خيطوه ولا غير ديروا شي عقدة ولا شي حاجة مو ما شي إشكال والآن نشوفوا شنا هيها الطريقة السليمة باش نحيدوا الليقة بالنسبة لأشخاص اللي كيستعملون المهم هدو الليقات طبيين عاديين مو ما دموا اللي كي تباعوا في صيدلية أتحاولي أول حاجة ما تدخليش الأصبع ديالك في الأسفل ديال الليقات لأنك داب الآن هدو الليقات السطحة ديالهم هو عامر جراتيم فغدينجروا من الفوق لاحظوا معايا مزيان كتجري بهذا الطريقة وفي نفس الوقت الليقات كيتقلبوك وكتحاولي أنك تجمعهم باليد اليمنى ودابا عاد غديندخلوا اليد اليسرى أسفل في الأسفل ديال الليقات هنا ما تدريش صبعك من الفوق لأن الأسفل هو اللي دابا ولا آمن فغدتجري وفي نفس الوقت خلي غير بحلها غدتقلبي الليقة كتجري وكتقلبيها باش يبقى لك فقط هدك الجانب الآمن ودابا غدترميها بطبيعة الحالة ما بقى عندك ما تدري بيها المهم مشاهدة ممتعة وكنتمنى أن هاد الفكرة تنال إعجاب ديالكم ترجمة نانسي قنقر